اشتركوا في القناة ثم قدمت الخريجات السعراضا عسكريا بعدها قدم اجاز عن الدورة ونتائجها وتفضل سعادة رئيس هيئة الاركان بتسليم الجوائز للمتفوقات وبعدها ادت الخريجات القسم القانوني ثم قام سعادة رئيس هيئة الاركان بتسليم الشهادات الى الخريجات ونقل سعادة رئيس هيئة الاركان تهاني صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين للخريجات وإشادة صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع بتحمل المرأة العسكرية المسؤولية في شتى المجالات حتى أضحت متميزة في الميدان العسكري وأصبحت جزءاً أساسياً ومهماً في نهضة وطننا الغالي وذلك في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة